طيب بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة سايكولوجية في الزولة السودانية اليوم الحلقة السابعة وللناس اللي ما تابعوا أي حلقة من الحلقات السابقة نحن خطينا الرابط في الدسكريبشن بتاع الفيديو اليوم الحلقة عن العساكر والعسكرية في المخيال الشعبي وفضاء الدولة نحن والله يعني سوروكين فوروردر محمد ننفهم السايكولوجية بتاعتنا تجاه العساكر والعسكرية تفضل أساس محمد شكرا شكرا جزيلا دكتور أنور ونحن في الحلقة السابعة من سلسلة نفسيات الزول السوداني وده يعني بحث قلنا عملي في إنه نحن كسودانيين بنفكر في الحالة بتاعتنا كيف على وجه العموم وتحدثنا عن غضايا شتيتة في الحلقات الماضية عن المنظومات الغيامية اللي بتشكل خيالنا ونظرتنا للأشياء والحياة وبتحدث زوجنا الحسي والمعنوي ثم بعد ذلك تحدثنا عن التركيبة الاجتماعية ككل والحاجات الكويسة والحاجات البطالة في المجتمع من وجهة نظر قيمية وموضوعية في نفس اللحظة بعد ذلك تحدثنا عن تمثيل المرأة يعني غضايا عملية تحدثنا عن الحركات المسلحة والأحزاب السياسية في الريف والمدينة هذا كل ما تناولناه يعني نحن بنحاول نقول بنحاول نعمل العلم في الواقع يعني بنحاول نعمل شنو بنحاول ننظر للواقع بتاعنا بشكل علمي وموضوعي علنا نجد الحلول وننهض ونرتغي ببلدنا العزيز السودان الليلة الموضوع حساس جدا وهو نظرة في ما يسمى بالعسكرية والعساكر والمؤسسة العسكرية عموما والموضوع أنا قلت حساس ليه لأنه داخل الانشقاغات المجتمعية ونحن لغاية الساعة عندنا زعم ما عملنا دولة بالمعنى الكامل والحديث لدولة المواطنة فالمؤسسة العسكرية زيها وما زي بقية مؤسسات الدولة مؤسسات المجتمع أيضا بتستغل في السياسة هنعرف الكلام ده واستغلال جميع المؤسسات بتاعة الشعب في السياسة هنفهم إنه هو أثر عليها سلبا وليس المؤسسة العسكرية وحدها إنما الخدمة المدنية أيضا تعطلت وكننا بنسمع منهنا دائما كيف إنه الإنجليز خلف خدمة مدنية جيدة وغضاء جيد ومؤسسة صحية جيدة وتعليمية جيدة ده كله يعني قاعد ينهار بشكل مستمر داخل الانشغاغات السياسية المختلفة وسطوة تنظيم أو جماعة محددة على الدولة وإعمال فكرها وإعمال مخيالة هي وحدها ونفيها للرؤى الأخرى ونفيها لتنوع السودان أولا أدخل في الموضوع حقيقة لازم نحن طبعا كلنا مؤمنين بها إنه لازم يكون عندنا مؤسسة عسكرية قوية ومحترمة وتمثل كل أركان السودان مؤسسة اعترافية وطنية وده كله سنتحدث عنه باستفادة وفي نفس اللحظة مفترض يكون عندنا مؤسسة شرطية ممتازة واحترافية ووطنية وفي نفس اللحظة مفترض يكون عندنا جهاز أمن ومخابرات قوي واحترافي ووطني ده مؤسسات حيوية جدا لأي دولة متحضرة لأي دولة حديثة لازم يكون عندها الأجهزة دي لتدافع عن أرضها ولتحمي دستورة وفي نفس اللحظة المؤسسات الشرطية والأمنية لحماية البلاد وحماية أمن المواطن يعني دي مسألة ضرورية جدا جدا ومعين جهاز الأمن يعني أنا دخلته هنا لكن جهاز الأمن دائما هو في الحقيقة مفترض أنه جهاز مدني لكن في ظل الأنظمة العسكرية بتم تسليحه وأيضا طبعا بأسلحة خفيفة بتم تسليحه وبتم استخدامه لحماية الجماعة الحاكمة وبما في ذلك التجسس على الأجهزة العسكرية نفسها لأن الجماعة الحاكمة هي دائما في الأصل بتكون مدنية في الغمة بتكون مدنية والأوحد ذاته بالانقلاب العسكري المحدد بتكون مدنية وبالتالي ما عندها ثقة في المؤسسة العسكرية نفسها بتكون عندها مجرد جماعة داخل المؤسسة العسكرية فقط ليس إلا حتى بنعرف أنه الانقلاب الأخير يعني وغبله كان هناك انقلابات تغودها تيارات مجتمعية أخرى يعني في انقلاب مثلا عبود بنعرف أنه انقلاب عبود عبود نفسه كان ختمي الجنرال عبود نفسه كان ختمي وكان زاميول ناصرية أيضا عروبية اشتراكية الوقت ذاك النزعات العروبية لم تكن واضحة لكن عبود كان ختمي ولكن زانزع عروبية اشتراكية وبالتالي كان انقلاب عبود أيضا غادته جماعة مدنية داخل الانشغاغات والفوضى التي حصلت في تلك الفترة يعني الابتدائية بعد استغلال السودان بسنتين فقط كان الانشغاغات كبيرة جدا بين الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي وبين الطائفتين الكبيرتين الختمية والأنصارية وكمان برضو بين التيارات الناشية الحديثة كان هناك تحت الرماد يعني وميضنار كان في صراعات محتدمة حتى إنه أساني بحدثكم عن الانقلاب الأول وما دخلنا في الموضوع إنه داخل الانقلاب الأول كان في صراعات بتشبه الحاضر تماما يعني يعني بعد الاستغلال كان في صراعات عنيفة جدا وتشتت وعدم رضا من التنوع وعدم رضا من الزات وده أدى إلى الانقلاب الأول وزي ما قلت غادته جماعة مدنية جزورة أيضا عروبية اشتراكية حسب زعمي وإنه داخل الانقلاب بتاع عبود نفسه تمت محاولات انقلابية من ضمنها محاولة تم إعدام خمسة ضباط المحاولة دي كانت سنة 1959 يعني بعد الانقلاب ما جابه سنة أو سنتين انقلاب عبود وهذه المحاولة الانقلابية تمت في زمن عبود قلت تم إعدام خمسة ضباط من عكفة الضباط وتم سجن مؤبد للبعض ومن الذين سجنوهم سجن مؤبد هو الشغيغة الأكبر لعبدالخالق محجوب ومعروف القصة دي اليوزباشي عثمان محجوب شفت كيف؟ أنا جايك حتة حتة بأنه أقول بأنه كيف سؤال فهم أسعنا هأبدأ في سؤال فهم الحاصل اللي نقول لنا تجاه المؤسسة العسكرية يعني إنه المؤسسة العسكرية نحن عند الناس بلا وعي أو بوعي عداء مضمر بعض الناس يعني عداء مضمر للمؤسسة العسكرية وده أنا قلت إن بنا على أخطاء إنه كثير من الناس عندهم ظن من التغبيش الحاصل بأنه المؤسسة العسكرية هي التي تغود الإنغلابات وهي التي أدت إلى دمار السودان وإنه الديمقراطية متواصلت بسبب المؤسسة العسكرية الكلام ده كمبليت لخطأ ده كلام خطأ كبير جدا المؤسسة العسكرية لم تقوم أبدا كمؤسسة احترافية بأي إنقلاب في السودان بل المؤسسة العسكرية كانت المتضررة الأول من الإنقلابات العسكرية وحنعرف خلال السردة أنا قلت إنقلاب عبود انتهينا منه طبعا باختصار بعد ذلك جات اكتوبر جات اكتوبر وأيضا الأحزاب السياسية تصارعت ولم تكن جاهزة لإدارة الدولة كان في صراعات عنيفة جدا جدا وبالتالي في لحظة ما في جماعة مدنية محددة هذه الجماعة في إطار الجماعات المتنافسة في الإطار السياسي وكانت المرض أيضا بالكامل جماعة عروبية إشتراكية وكان يعني اللحظة دي التيار الإشتراكي العروبي والتيار الشيوعي توطت في السودان وبالرغم منه غانون الغوات المسلحة منذ أن أنشئت الكلية الحربية بشكلها النظامي سنة 1905 دستور الغوات المسلحة يمنع أعضاها من الانتماء السياسي ولكن كان دائما هناك جماعات بتخرق الدستور وتخترق المؤسسة العسكرية وتجند بعض الضباط في الرتب العليا لانتماء سياسي محدد وتدفعهم إلى الإنغلاب وهذا ما حدث بالظبط في سنة 1969 وإنغلاب عبود كان لنفس الأسباب لو تلاحظ أنه البيان القال عبود هو نسخة من البيانة القال نيميري من أغرب الأشياء وأيضا نسخة من البيانة القال عمر البشير سنة 1959 نفس البيان أن هناك فوضى أن الأحزاب السياسية لم تستطع إدارة دفة الدولة أن هناك انفلات أمن في أطراف البلاد أن هناك ضائغة معيشية هذا بالظبط ما قاله عبود هذا بالظبط ما قاله نيميري في بيانه الأول هذا بالظبط ما قاله عمر البشير وبنعرف أنا قلت باختصار شديد أنه انقلاب نيميري انقلاب عروبي اشتراكي وأيضا شيوعي وبعد ذلك حصل انشغال داخل الجماعة الغادة الإنغلاب لأنها نفسها متنازعة وحاولوا يعملوا سموها السورة التصحيحية سنة يوم 19 يوليو 1971 قامت محاولة تصحيحية وبنعرف أنه غادة هاشم العطة وهاشم العطة طبعا شيوعي ومعاه جماعات ومعاه أفراد أخرى من الحزب الشيوعي ما بنقول أسحين أنه ما بنقول أن الحزب الشيوعي هو العمل الإنقلاب ده موضوع آخر لأن الحزب الشيوعي دائما بينفي أن يكون له علاقة بالإنقلاب لكن الحقيقة الما فيها أي كلام أنه الأعضاء الذين الضباط الأساسيين الذين غادوا المحاولة الإنقلابية واستلموا السلطة لمدة ثلاثة يوم في 19 يوليو سنة 71 جلهم شيوعيين وملتزمين تلك الحقيقة أنا هنا بقول إيه ما قاعدين نغيم إنما قاعدين نقول بأنه دائما الإنقلابات العسكرية بتعمل جماعة مدنية محددة بتسطو على مؤسسات الدولة كلها بما فيها المؤسسة العسكرية وبالتالي المؤسسة العسكرية أيضا تتمر بأوامرها عندما جاء نظام الإنقاز نظام الإنقاز نفس الحاجة إنه جاء بعد انتفاضة أبريل الحصل بأنه في انتفاضة أبريل الأحزاب السياسية فعلا وبالفعل يعني ما استطاعت تتعامل وتتعامل مع الواقع بتاع البلد اللي كان مأزوم فعلا وكان فيه انهيار اقتصادي وكان فيه فعلا انفلاد أمني وكانت اللحظة بتحتم إنه جميع التيارات السياسية تلتئم مع بعض وتتحد مع بعض لتجاوز المرحلة ولكن مرة ثانية إنه الأحزاب السياسية دخلت في صراعات ما بينها ما بينها هي المؤسسة العسكرية لم تتحرك ما في حاجة أنه اسمها المؤسسة العسكرية تحركت لا أبدا واحدة من الجماعات الموجودة داخل البرلمان والبتمثل الكتلة الثالثة في برلمان الديمقراطية الأخيرة وهي الجبهة الإسلامية حركت أعضاء داخل الجيش وهم أغلية الناس الحركتهم من خارج الجيش لبستهم لبس الجيش شفت دي حقيقة قالوا بيها قيادات الإنقلاب نفسهم والترابي قال إنه عمر البشير برغم إنه عضو معانا في الجماعة كعسكري لكنه لحد قبل 24 ساعة عمر البشير نفسه ما كان عارف إنه فيه إنقلاب شفت كيف؟ قد يكون عنده معلومات إنه هناك إنقلاب قد يحدث لكن هو نفسه ما كان لمدة 24 ساعة ما كان عارف إنه هناك إنقلاب وقبلها قبل 48 ساعة هو نفسه ما كان هو المنتخب من الجماعة كرئيس للبلد إنما كان هناك شخص آخر لكن لملفسات محددة تم اختيار الضابط عمر البشير الرئيس الرئيس النظام السابق والمعروف آل يشنوك في اللحظة الراهنة أنا بقول بإنه مرة ثانية إنه المؤسسة العسكرية ما عندها أي علاقة بالإنقلاب بل حصل سنة 1989 ده زي الإنقلابات السابقة غادت جماعة محددة في الجماعة محددة من المجتمع المدني جماعة سياسية زي الإيدولوجيا المرض محددة إسلاموية زي ما الإنقلابات الفاتت كانت اشتراكية عروبية ده إنقلاب كان أي الإيدولوجيا بتاعته إسلاموية وده إنقلاب أكتر إنقلاب استمر في السودان أكتر نظام استمر في السودان وانجو 30 سنة عمر البشير أكثر رئيس قاعد في سدة الحكم في تاريخ السودان الحديث 30 سنة وابنعرف ما آلت إليه جميع مؤسسات الدولة وجميع مشاريع الدولة ما آلت إليه من فساد ومن دمار ومن تراجع على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية أيضا في بعض الدراسات بتقول إن الإنسان السوداني برضو نفسياته تأثرت سلبا هذا الزعم ليس زعمي لكن أسمع أيضا بأن كل شيء انحدر هذا الانقلاب المؤسسة العسكرية أكثر متضرر منه المؤسسة العسكرية أولا كفاءات كثيرة جدا من أبناء الشعب السوداني الأكفاء في المؤسسة العسكرية والملتزمين بدستور المؤسسة العسكرية تم رفضهم من الجيش 28 ضابط حاولوا محاولة تصحيحية من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية تم إعدام بطريقة بشعة تم محاولات عديدة لمحاولة تصفية الجيش وتم استبداله بالدفاع الشعبي شفت كيف؟ وبالتالي المؤسسة العسكرية كانت متضررة وأنا بعتقد أنه نحن كلنا مفترض نعاين للمؤسسة العسكرية بعين الاحترام ومفترض نعيد لها الاعتبار ونفهم بأنه نحن محتاجين لأبناء وبنات الشعب السوداني داخل المؤسسة دي يعني الغيام بمهام والغيام بأهداف مؤسسة قوات الشعب المسلحة في حماية الدستور وحماية الحدود وأمن البلاد ده ده مهم جدا جدا بعد ذلك أنا سي بقول أنه المؤسسة العسكرية أقصد الجيش السوداني دائما أبدا ولا مرة واحدة كان مسؤول من انجلاب من الانجلابات بعد ذلك لكن بيحصل تشويش كبير جدا جدا بأنه غصائد عديدة دبجة غصائد عديدة في أنه كيف البوت وكيف العسكري وكيف مريم قصيدة مريم مثلا محجوب شريف العسكري العسكري الفراج العسكري الفراج القصيدة أنا محجوب لكن الفراج بيني وبيعني أمه يعني هو الحائن دم شفت كيف هو كان في السجن طبعا وإنه العسكري الفراج شفت كلمة عسكري دي المرة حتى حرفيا ما عنده علاقة بالجيش لأنه المرة ده بيقصد البوليس البوليس الحارس السجن لأنه ده المفرق ومنه ومن أمه العزيزة وعلى روحهم السلامة الاثنين إنه هو بيقصد بأنه العسكري بتعسيجن البوليس وفي الحاجة دي الشرطة ده مجيش لكن قصائب كثيرة زي دي بالمناسبة بتخلط خلط كبير جدا بين مؤسسة البوليس والشرطة البجيها أوامر بيجيبولاه مساجين قتالين كتلا وقطعين طرق وبجيبولاه برضو كمان ناس مجانين وبجيبولاه برضو كمان سياسيين محترمين المؤسسة بتاعت الشرطة دي عليها إنه تحرس الناس دي أصلا هي الهدف الأساسي بتاعها يعني عندنا حاجة يسمع حرص السجون وعندنا الشرطة السودانية دي برضو مؤسسة مفترض محترمة ونحن محتاجين لها إنه دي مفترض تقوم بها واجباتها ما عندها علاقة بالانقلابات والمنظمة السياسية دي الناس عندهم سجن جابوا لهم ناس حرامية ناس سرقوا ناس كتلوا مفترض هما يحافظوا عليهم لحفظ أمن المجتمع يبقى الناس دي المشكورين جدا جدا يجيهم سياسي يمسكون لحد ما يجيهم أمر بيطلاغوا المفترض في جميع الدول المحترمة وهو ده الواقع سياسي أجرم أفسد بيدخل السجن هنا ما في مثلا في الغرب ما في معارض بدخل السجن لكن في سياسيين بيفسدوا يستغلوا مواقعهم مثلا قليلين جدا لكن بيحصل دي المفترض لما يدي البوليس ما لأنه مشهور وحلو أو شاعر البوليس يعني بيجامله أو يطلق صراحه يعني بمحض إرادته لا أبدا الشرطة عندها غانون محدد وعندها أحداث محددة وبالتالي أي زول بيجيبوه مفترض إن الشرطة ده يقوم بواجبه في حراسته على الوجه الأكمل وفغ اللوائح ووفغ الغوانين ووفغ الدستور ووفغ الأوامر الصادرة من الغيادة من الغيادة بتاعة الشرطة واللي هي في الحقيقة مفترض إنه عندها علاقة مباشرة بالغضاء يعني الغضاء بيحكم وبعد ذاك الزول بيجيبوه السجن لكن برضو المعتغلات بيسموها شنو التحفظية إذا البوليس جاه زول مفترض يعمله وفغ الدستور أنا بقصد في كل الوقت وفي كل الأنظمة الإنقلابية السابقة يعني الشرطة ما عندها زنب في الحقيقة عشان يدبج الشعر ده كله فيها والعسكري وطبعا القصيدة هي جميلة ياخي جمال شديد جدا من ناحية فنية وطبعا القصائد ما بالضرورة بيشرحوها كده لكن أنا بتحدث عن سوء الفهم العام إن العسكري العسكري حاجة شهنة والعسكري هو الحاكم والعسكري هو المتسلط والعسكري هو المتسلب والعسكري هو البكتل الناس الكلام ما صحيح على علاته إنه العسكري ده قعد تجي أوامر من السياسيين السياسين المختلفين مع السياسين الآخرين السياسيين الذين سطوا على السلطة بليل في كل المرات ديل بعد ذاك بده أوامر للمؤسسة العسكرية الجيش يعمل شنو بالزبط وبيده أوامر للمؤسسة الشرطية تعمل شنو بالزبط وبيده أوامر للمؤسسة الأمنية والاستخباراتية تعمل شنو بالزبط الغيادات كلها مدنية كلها أحزاب سياسية كانت غيادات أحزاب سياسية فشلت أن تصل لصدة الحكم عبر الديمقراطية بالتالي بتجيب الإنجلابات العسكرية هذا ما حدث بالزبط وقلنا سوء الفهم التشويش الحاصل للناس تجاه المؤسسة العسكرية ده مفترض يزول وإن المؤسسة العسكرية نفسها إنها مفترض طبعا في اللحظة التاريخية دي بالذات إذا تكلمنا عن المرحلة الانتغالية إن المؤسسة العسكرية نفسها طبعا عندها واجبات وعندها حقوق وإن الأجهزة العليا للدولة مفترض طبعا تسعى كل الوقت لجعل المؤسسة العسكرية أكثر احتراما في عيون الناس عيون شعبها بيجعلها أكثر وطنية وأكثر احترافية وتستوعب جميع أبناء وبنات الشعب السوداني من أركانه الأربع كمان حاجة تانية مهمة أنا بفتكر بأن الحركات الموجودة الآن الحركات المسلحة في أرياف السودان وفي أغاليم السودان المفترض أنه تتوجد في المستقبل الغريب فورميلة لضمها إلى الجيش وإذن بيحصل كمان بلانس إضافي للجيش يعني الجيش بيصبح يعني بيمثل أيضا جماعات هسع في الوقت الحاضر خارج الدائرة بتاعت الوطن نفسها لأنه بنسمع في مناطق محررة طبعا مؤكد في كاودا وفي مناطق محررة في دارفور وفي مناطق محررة في النيل الأزرق مناطق محررة معناته لا يشمل دستور البلاد لا يشمل دستور البلاد والمواطنين الموجودين فيها في الوقت الحاضر في الحقيقة بتدير شئون الحركات تلك الحركات التي نحترم والتي تسيطر على تلك الأغاليم في لحظات تاريخية مختلفة وبنعرف في التاريخ أيضا كان في الحركة الشعبية في جنوب السودان كانت يعني تفعل نفس الشيء لحد انفصال الجنوب سنة 2011 دي مغدمة ضرورية الحاجة الثانية المهمة جدا إنه برضو تاريخ العسكرية وتاريخ المؤسسة العسكرية في السودان وتاريخ الجندية في السودان الجندية والعسكرية في السودان عندها تاريخ ضارف في الغدم لدريتين ما معلوم متين يعني بنعرف كتابات يونانية وبنعرف كتابات عبرية وبنعرف كتابات رومانية وبنعرف كتابات باللغة العربية ومورقين عرب كل الكتابات دي بتتحدث عن ديوش سودانية في التاريخ عظيمة وبنعرف إنه زارح وارد في الكتابة المقدس إنه زارح في التوراة إنه زارح جاء إلى إسرائيل الوقت داك إلى إسرائيل بجيش مكوم من ألف ألف يعني مليون جندي شوفت كيف؟ بعدين كان بنعرف تهارق الملكة العظيم كان عند جيش عظيم جدا جدا واستطاع وحد بورق وعتي البلاد يعني مصر والسودان الوقت داك ما في حدود لكن دائما في صراعات بين الأسر المالكة ومرات بتنغسم أسر في الشمال الأقصى في الشمال الأقصى مصر وأسر في الجنوب الأقصى السودان فتهارق جيش عظيم جدا استطاع يعني في لحظة تاريخية ما أن يوحد الرقعة وهذا حدث عدة مرات أماني شيخيتو وأماني ريناس ورد في الوسائق إنه كان عندهم جيش عظيم الملك أركماني كان عنده جيش عظيم جدا أسس به المملكة بتاعة مروي مروي آخر مملكة كوشية عظيمة سنة 350 قبل الميلاد أسس الملك أركماني العظيم مروي وهو طبعا مخترع الإله أبادمك والإله أبادمك هو إله الحرب رأس الأسد شوفت كيف؟ بعد ذلك بنجي للممالكة المسيحية كان دائما عندها جيش نظامي زي حرص وطني لكن في لحظات ما إنه لحظات التهديد الخارجي كان دائما بتستطيع أن تعبي الاحتياطي يعني بتستطيع أن تجند الفرسان الموجودين في الرقعة الجغرافية لما نجي سي النار أيضا كان عندها جيش لكن كان بتتصرف بنفس الطريقة بتاعة الممالكة المسيحية بأنه معتمدين على الحرص بيكون فيه ما يشبه الحرص الوطني ثم بعد ذلك الحرص الوطني هذا مدرب تدريب كافي لحظة إنه هناك في تهديد خارجي عندهم احتياط طوالي من الفرسان الموجودين البمارسو حياتهم عادة في الرعي والزراعة وإلى آخره وفي التصنيع وفي كل شيء وفي التيارة لكن في لحظة محددة وفي أعمار محددة دائما بركزوا على الأعمار من 17 إلى 29 في حضارات السودان السابقة بأنه ديل في لحظة يحصل تهديد خارجي الحرص الوطني أو ما يعادل الحرص الوطني بيعمل نداب الأبواغ والنحاس بأنه هناك تهديد وبيتمعوا الفرسان وبسلحهم دائما في أسلحة موجودة في المخازن المرة دي الأسلحة بتطلع لمواجهة العدو الخارجي فالبحصل بأنه الساعة دي لمحة عن التاريخ طبعا نحن سيب نتكلم بشكل سريع يعني الواحد مؤكد ما بيقدر يقول كل شيء لكن بعد المملكة السنارية منهارت على يد الأتراك في العام 1821 أيضا الأتراك يعني شنو نظموا السودانين مرة جديدة في الجيش واتصنعت في الأوقت داك عدة أورتات من أهمها أورتة السود وكانوا ركزوا أكثر على أنه جندوا قبائل من جنوب السودان لأسبابهم الوقت داك لكن أنا بعني هنا أنه دائما في إرسل الجندية السودانية وعندها فائل دائما حاضر في التاريخ عشان كده لما جات السورة المهدية بالمناسبة تعود تعلمت من الإرسل يعني السورة المهدية في اللواءات العملتها السورة المهدية في انتصار على الأتراك هي أيضا تعلمت من التكتيكات اللهم جابوها طبعا بالمغارنة بتكون حديثة لأن الاستعمار التركي كان منفتح على العالم أفضل وكان عنده الأسلحة النارية وكان عنده تكتيكات للتدريب يعني بقية السودانين ما عهدوها لذلك السورة المهدية تعلمت منهم التنظيم أيضا من الجنود السودانين السابقين ومن الجندية السودانية تاريخ الجندية في التاريخ وصنعت لواءات يعني استطاعة تنتصر على الأتراك وهذه اللواءات تواصلت أثناء الدولة المهدية بنعرف اللواءات المعروفة بتاعت الجيش داخل الدولة المهدية والدولة المهدية نفسها التزمت نفس الطرق السابقة إنه كانت عندها اللواءات دي بعد ذلك بيقيت شي في حرص وطني لما تمركزت فيمدرمان ثم إنه في لحظة التهديد كان في نداء بيحصل للجميع كل الناس القادرين بيشاركوا في الحرب وهذا ما حدث في معركة كريري بالضبط إنه تم نداء للجميع وإنه انتظمت الجيوش وغاومت العدو ببسالة شديدة جدا وقلنا في المرات الفاتت بإنه شرشل قال في كتابه معركة النهر سحغناهم ولكن لم نهزمهم يعني الكلام دا معناته شنو؟ كان بمجد في تلك المعركة وفي السودانين الخاض تلك المعركة بإنهم لم يهربوا أبدا من الرصاص ولم يهربوا أبدا من النار وماتوا كلهم ما فيهم زول قبل على الاتياه التاني بالتالي وقال نحن ما هزمناهم لأنه زول اللي بتهزمه هذا زول اللي بيخرج من المعركة أو يستسلم أو يجري ديل أبدا ما فيهم واحد يستسلم أبدا لذا قال ما كان في طريقة فنحن سحغناهم ولم نهزمهم أبدا دا أنا بحاول أقول لمحة من التاريخ ثم لما دخلوا الإنجليز السودان قاموا أول حاجة عملوها طبعا عملوا من ضمن الحاجات الأولى اللي عملوها طبعا بعد كلية غردون التسكارية 1902 أنشأوا الكلية الحربية بعدها بثلاثة سنوات 1905 والكلية الحربية دي تواصلت كل الوقت بتخرج ضباط يعني ملتزمين بدستور الخدمة العسكرية زي ما الخدمة المدنية كلية غردون قرجت يعني فطاحة للينا أفندية زي ناس يعني كثيرين بنعرفهم أسر السغافة وأسر السياسة ويعني هم الرسموا المشهد الحالي الناس دي يعني زي الأسهري اللي هو أول زعيم يعني وطني ورافع علم الاستغلال زي المحجوب زي أحمد خير المحامي زي زروق أسما كثيرة متلتلة الناس زي كلهم تخرجوا من كلية غردون التسكارية زي ما الكلية الحربية 1905 خرجت غيادات كثيرة جدا عظيمة في المؤسسة العسكرية السودانية على سبيل المثال عبود نفسه وغيره الكثير وعبدالله خالد أول وزير دفاع سوداني وغيره الكثيرين جدا إن المؤسسة العسكرية السورية الكلية الحربية الأنشعة سنة 1905 تواصلت بشكل مستمر بتخرج ضباط وبتعمل غيم محددة للجندية معظم بيقى حديثة ودخلت التسليح الحديث ودخلت المسيغة الحديثة أنشأوا سلاح المسيغة سنة 1915 وفي سنة 2017 تخرج منها عبود وقبله تخرجوا ضباط كسر عظام عبدالفضيل الماز وعلي عبداللطيف وآخرين النازين نفسهم هما الساهموا في الانتفاضة العسكرية سنة 1924 اللواء الأبيض البنعرفة وحاولوا إخراج الإنجليز من السودان وفيهم كثيرهم قتل والبعض دخل السجون ولكن الإنجليز استطاعوا الانتصار عليهم في المعركة المشهورة اسمها معركة الإسبيتاليا دي الإنجليز استطاعوا الانتصار عليهم وبالتالي حصل المرة دي تحول جديد تم تم تأغاف الكلية الحربية تم تعطيل الكلية الحربية وتم طرد الجيش المصري من السودان في الحقيقة الجيش التركي الباشوي نحن قلنا مصري دائما مستعمرة يعني في الحقيقة مصري أبدا برضو خطأ شديد جدا في ناس من مصري أو السودان مصريين أو السودانين عندهم فهم بأن مصري استعمرت السودان في الحقيقة هذا لم يحدث أبدا نهاي كل كل ولا مرة في التاريخ مصري كانت أيضا دولة محزونة وشعب محزون وكان شعب مضطهد وكان الاستعمار بجيه أول الاستعمار التركي ثم يدخل السودان ثم الاستعمار الإنجليزي بيحتل مصري أول ثم يدخل السودان ثم إنه الاستعمار التركي زي الاستعمار الإنجليزي دائما بيخدم الناس من الأمة المحددة في الجيش والخدمة المدنية وهذا ما فعله الإنجليز في السودان والأتراك في السودان خدموا السودانين في الخدمة المدنية والجيش هذا ما بيجعل الجيش زمن الإنجليز يعني جيش سوداني ولا بيجعل الحكم حكم سوداني ولا بيجعل الخدمة المدنية غيادة سودانية لكن السودانيين تدربوا في الجيش وتدربوا في الخدمة المدنية زي ما المصريين تدربوا في الجيش أيام الترك وتدربوا في الخدمة المدنية أيام الترك والانجليز هكذا فعل السودانيين هنا برجع وقول لك بعد اللواء الأبيض تم إغافة الكلية الحربية وطرد الجيش التركي من السودان ولم يعد أبدا مرة ثانية يعني تم الأورطة التي كانت التركية المصرية التي كانت قاعدة في السودان من دخول استعمار السودان الإنجليزي 1900 لحد استمرت لحد 1924 حين طردها سنة 1924 بعد الأورطة المصرية العسكرية لم تعد أبدا إلى السودان حتى هذه اللحظة وبعد ذلك تم إغلاغ الكلية الحربية حتى بدأت مؤشرات لحرب عالمية تانية بالتالي شعر الإنجليز بأنه هناك حوجة لإعادة فتح الكلية الحربية وتم ذلك في السلاسينات يعني على مشارف الأربعينات تم إعادة فتح الكلية الحربية لتستوعب السودانين الراغبين للمساهمة في جيش السودان من أجل هدف محدد هو الدفاع عن الإمبراطورية العزمة وساهم السودانين في الحرب في طرد الإيطاليين من كسلة الإيطاليين وصلوا كسلة سنة 1941 فعلا يستطاعوا أن الجيش السوداني يصد الإيطاليين من كسلة ويطاردهم لحد مصوع وينتصر عليهم والجيش السوداني ساهم في معارك في ليبيا وفي اليونان وفي مناطق كثيرة في أفريغيا أفريغيا أيضا يعني داخل السعنة قلت لمحة تاريخية ثم استمرت الكلية الحربية بشكل مستمر بتخرج بتخرج ضباط لحد هذه اللحظة وأنا هنا طبعا بحاول تكلم دائما عن إنه يعني إزالة سوء الفهم يعني إنه المؤسسة العسكرية هذه زي ما زي مؤسسات الخدمة المدنية زي ما زي الصحة ووزارة التعليم زيها وما زي الغضاء يعني هي مؤسسة في الحقيقة بريئة جدا وطبيعية جدا قلنا قبل اللي بيسطو عليها جماعات محددة بتسطو على المؤسسة العسكرية وجماعات محددة سياسية ومدنية دائما هي بتغزو المؤسسة العسكرية بأيدالوجيات محددة وبتجند جماعة محددة داخل المؤسسة العسكرية وتعمل انجلاب تسطو به على السلطة وتحكم به البلاد عبر القوة والعصف المادي مستخدمة السلاح الموجود في المخازن بتديه مرات الجيزاته مرات في زيدي زي ما قلت لك سوري بتديه يعني ماليشيا زي الدفاع الشعبي مثلا برغم انه الدفاع الشعبي غنين يعني واصبح له غانون ودستور لكن هو حاجة صنعت خارج المؤسسة العسكرية وعملت في الاساس لاضعاف المؤسسة العسكرية لان المؤسسة العسكرية معظم غياداته ومعظم جنود احترافيين وملتزمين بالدستور بالتالي كان لازم اما استمالتهم عبر الترغيب او عبر القوة او رفضهم من الجيش او استبدالهم من استحصد كله باشكال من اشكال المؤسسات الخارج المؤسسة نفسها وده قلنا واحدة من الحاجات يعني اللي اضررت منها المؤسسة العسكرية الكام في يوم من الايام زمن الانجليز اسمها قوة دفاع السودان ثم بعد ذاك اصبحت بعد الاستغلال جيش السودان ثم في زمن الرئيس جحفر محمد نميري اصبحت الغوات المسلحة السودانية وهذا اسمها حتى هذه اللحظة فأنا هنا يعني ازيل الالتباس بغدر الامكان وانه هذه المؤسسة هي مؤسسة الشعب يعني الشعب ما ممكن يعادي نفسه اذا في خلل في المؤسسة دي الناس المختصين والناس الاحترافين داخل المؤسسة وخارجة والاكاديمين والباحثين دي للي يقولوا بالخلل شنو ويسعوا لعلاجه ضمن جميع مؤسسات الدولة يعني مش شعار وشتايم اصلا الشتايم والاشعار دي جاءت في الحقيقة للصراعات السياسية اللي نفسها اتضررت منها المؤسسة العسكرية وقلنا قبيل بانه معظم بالمناسبة الاشعار الشازبة للعسكر والمؤسسة العسكرية فيها تضليل كبير جدا لأنه اصلا مفترض توجه تجاه الجماعة والايدولوجيا المسيطرة على الدولة مش المؤسسة العسكرية ولا العساكر نفسهم العسكري ده اصلا معروف في تاريخ البشرية إنه المؤسسات الجيش في تاريخ البشرية كلها عبر التاريخ وحتى هذه اللحظة وفي جميع الأمم غائمة على شي مهم جدا جدا التراتبية والطاع ما في نغاش دي المؤسسة الوحيدة في العالم في التاريخ والحديث اصلا معروف إنه دي مؤسسة ما عندها نغاش ما في إنك يقول لك يعني أمشي الحرب وتقول لا ما في يقول لك أرأى خدت السلاح وتقول لا دير تحارب اللي بتدخل السجن يعني عندنا أمثلة مثلا في أمريكا حرب بيتنام أسارت جدل داخل الشعب الأمريكي وفي جماعات الشعب الأمريكي غير راضية بدخول الحرب البيتنامية وأصلا حرب كان بين الرأسمالية والشيوعية العالمية أيام الحرب الباردة في الستينات في رجل ملاك مشهور جدا اسمه محمد عليك لاي معظمكم بعرفوه محمد عليك لاي لأسباب أخلاقية وهو جند في الجيش قال ما بنبشي حارب فالدستور المرة دي والغانون واضح جدا فدخل السجن يعني هو عارف إنه لما قال كده مش الرافض ولا جاب محامي عارف العقوبة بتاعت السجن كم ومشى طوال السجن فدي مؤسسة لازم نحن نفهمها ونتعامل مع العقلية بتاعتها وبرضو نمنع برضو كمان من إنه تستغل نمنع من الاستغلال وبل نضمد جراح الاستغلال التم للمؤسسة دي في الماضي ونزيل التشوهات القاعدة في رأس الناس اللي هي أصلا بفعل فاعل سياسي يعني المؤسسة دي نفسها ما عنده على غابه دي مؤسسة بريئة جدا حتى في ناس مثلا يعني بريئة جدا دي في ناس بيتعجبوا كيف يا أخي ما نزل بيقعدوا يجبوا انقلابات وعندهم سطوة ورقبين عربات كيف في الحقيقة ده مجيش يا أستاذ ده مجيش دي ما المؤسسة العسكرية الاعتبارية ده قلنا إنه هناك جماعة محددة بتصطف زمن نمير اشتراكية عوروبية جماعة محددة برضو اشتراكية عوروبية بتصطف زمن عبود جماعة محددة اسلاموية بتصطف في الانقلاب أيام الجفة الإسلامية وده انقلاب معروف ومشهود قدامنا عملوا منه بالأسماة كلها عندكم معروفة وبعضهم قاعد في السيينة السعر يعني العسكري فيهم تخلى عن العسكرية العسكري الوحيدة لسي في السيينة عمر البشير صح كلهم مدنيين يعني الناس العملوا الانقلاب ودبروا عمر البشير نفسه أصلا يعني ينفز الزولة تدبر الانقلاب غال بذلك وهو طبعا دكتور عبدالله الترابي الراحل دكتور عبدالله الترابي وآخرين طبعا موجودين على العثمان محمد طه ونافع هم غالوا بذلك والوسائق تقول بذلك والسنوسي وعلي الحاج دي للغيادات الأساسية غيادات الانقلاب وهم من جماعة مدنية محددة وهم نفسهم كانوا في البرلمان عندهم كموا خمسين دائرة في البرلمان الحزبة التالت كانوا في البرلمان الكتلة التالتة لكن الجماعة دي لم تستطع الصبر وداخل الصراعات التي كانت حادثة بين التيارات المختلفة استطاعت أن تعمل الانقلاب على جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية ورمي غيادات المؤسسة العسكرية نفسها في السجن شو بتاكيف ذلك الوقت ثم فعلت ما فعلت بجميع مؤسسات الدولة وقلنا والمؤسسة العسكرية نفسها ثم معلومة تانية مهمة جدا إنه غرار الحرب أيضا غرار سياسي لأنه في ناس كتيرين جدا بيقول لك الجيش ضمن الحملة العامية أنا بسميها الحملة العامية على المؤسسة العسكرية يقول لك الجيش ما ديك حلايب والفشقة والكلامة الزي كده يعني اللي بيقولوه ناس في الحقيقة يجهلون الحقيقة إنه غرار الحرب وغرار سياسي المسؤول منه غياداتنا السياسية ما الغيادات العسكرية الغيادات العسكرية ديقول لك نجنو أوامر العسكري بيجي أوامر من وزير الدفاع اسمه وزير الدفاع ده زي وزير العدل زي أي وزاء وزير الصحة ده وزير بيقعد مع الجماعة بيقعد مع رئيس الوزراء بيقعد مع مع المؤسسات بتاعت الدولة أي أن كانت في كل العهود إنه أصلا وزير الدفاع مدني بتعينوا الأجهزة المدنية ممكن يكون عسكري طبعا لكن نصلا بتعينوا الأجهزة المدنية بعينوا رئيس الوزراء المنتخب على سبيل المثال المرضي عنه من الشعب حتى في المرحلة الانتغالية في جميع المراحل إنه بالتالي الغرار سياسي يعني الجيش ما بيشي البندقية يمشي كتل ساكت طبعا دي فوضى أنا هنا اللي بقوله إنه يعني طبعا أنا حكيت أمثلة كده بالوضوح ده لأنه حلايب نفسها قصة معقدة جدا وإنه أصلا كان بارغين سياسي ذاته أصلا معروف بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق بعد ذاك أصبح النظام السابق ضعيف وعمل بارغين بحلايب وبرضو حلايب فيها جدل قديم وهذا مجرد يعني مثال لحظة بس أكل الشباك أعزروني أكل الشباك لأنه عمل لي الشمس عمل ليك تشويش لحظة بس لأنه الشمس الشمس صعدت هسي كانت كان في غيوم فأعزروني ثانية واحدة بس آني عدت إليكم أعزائي هذه الشيخ جدا ومتابعين بالحفة ده كلام شكرا لك يا أخي شكرا على المجاملة الجميلة ويا أخي تحية لك وتحية للناس اللي بشاهدون هذه اللحظة أو في المستقبل الفيديو بيقعد ونحن كلنا بنتشاور بس يعني ما عندنا كل العلم ولا عندنا كل الفهم إنما ده مجرد تشاور بيننا ليس إلا وأنا ما بقول ده كلام آخر كلام إنما ده كلام للحوار والنغاش ونحن عندنا أزمة كبيرة جدا في بلدنا يعني لازم نصبر عليه بعض ولازم نفكر مع بعض وقلنا دايما أن نحن ما قاعدين نصبر عليه بعض بس بنتحدث على جميع المستويات بالتالي دايما بنحاول نقلب عليه بعض والانقلارات ليست يعني بس اللي بسموها عسكرية دي وقلنا صلا بعملها المدنيين لن نحن نقلب عليه بعض على جميع المستويات على المستويات الاجتماعية ما رد نكون جاهيانين من بعض من كل شيء من تصرفاتنا من طريقة كلامنا من حوارنا من مشيتنا من أي شيء منافسة مدمر على المستوى الاقتصادي على المستوى السغافي على المستوى الفني يعني نحن لأنه شعبي منوع جدا وما قدرنا يعني نحترم التنوع ده على جميع المستويات مش التنوع السياسي فقط بل التنوع على جميع المستويات حتى أشكالنا وألواننا يعني هناك عندنا نفي لبعضنا البعض مستمر وهذا طبعا ما يؤدي إلى محاولة سطوة جماعة محددة عشان تسكت التنوع وده اللي بأدى طبعا إلى التخلف وتعطيل الحضارة لأنه التنوع ده حيعبر عن نفسه بشكل من الأشكال وحيغاوم الجماعة التي سطط على السلطة بالسلاح وقلنا هي بتستخدم المؤسسة العسكرية والسلاح الموجود في المخازن بتاع المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية منه براءة زي ما زي بقية المؤسسات كلها إنه زي ما بجي الإنجلاب بشلع المؤسسة العسكرية برضو بشلع القدمة المدنية وشفنا في النظام الفات وبشلع القضاء وبشلع جميع مؤسسات الدولة الممكن فيها بوتنشيا لأنه تعمله مغاومة بلنا رجوع تاني بينه قصة حلايب وشلاتين والكلامة ده غرار سياسي يعني ذاته العسكري يقول لكم شو غرروا أنتو يا ساتذة يعني أنتو إذا أعلنتو حرب نحن بنحارب طبعا يعني ما هي أوامر بعد ذاك بتشوفوا اللي بتخلف منه يعني في زول حيتخلف في زول حيقول لا بعدين في ناس بيقول لك الجندية السودانية أصلا ما عندها يعني والعساكر السودانيين أصلا ما عندهم تاريخ وما حاربوا برا الكلام ده برضو يعني ما صحيح عليه عليه علاته لأنه أصلا ما أوتت فرصة في العهد القريب لكن في الماضي قلنا تاريخ العسكرية في السودان ضارب في الغدم وأن السودانين حاربوا في مواضع كثيرة وأنه في الحقيقة برضو معلومة مهمة جدا نكون أمينين فيها بأنه في الحقيقة برضو مثلا أيام الحرب مع الحركة الشعبية في جنوب السودان طبعا ده حرب أهلية يمكن تسميتها أهلية بجدارة حرب أهلية لأنه السياسيين ما قدروا يتفقوا في الحقيقة الحرب بدت قبل إنقلاب عبود إنقلاب عبود نفسه نتيجة للحرب الحصلة يعني الحرب في الجنوب اشتعلت من بدر أو التمرد بسميه التمرد في الجنوب لأنه الجنوبين رفضوا الجسمة الحصلت بتاعت الاستغلال كانت القسمة القسمة اليوم في السربة والسلطة كانت ضئيلة جدا جدا تقريبا الدوم كم نفر نفس المحاصصات اللي بيقولوا في أسع كانت مارضوا بها وتمردوا حتى تطور التمرد إلى حركة مسلحة لكن حركات مسلحة في أنانيا ون وأنانيا تو وخيرا الحركة الشعبية لكن معلومة مهمة جدا أن الحركة الشعبية في الحقيقة كانت بتنطلغ من أسيوبيا أيام من قصة هالي مريم أيام النظام المعروف الاشتراكي في أسيوبيا وأن الوقت دا كان غائد الحركة الشعبية الراحل جون قرن كان أيضا ماركسي واشتراكي وبالتالي كان متحالف مع تلك الأيام مع الرئيس السيوبي السابق من قصته اللي انتهى نظامه في سنة 1991 والحركة الشعبية اللحظة دي كانت معاناة شديدة جدا لأن الجيش الأسيوب والأسيوبين طاردوها وللأسف تم اضطهاد وتم سجن وتم اغتيال عدد كبير جدا من جنود الحركة الشعبية ولكنهم استطاعوا الهرب إلى الأجزاء الشرقية من جنوب السودان ثم بعد ذلك أيضا انطلغوا من كينيا وانطلغوا من يوغندا يعني كانت الدول دي ممولة وراعية للحركة الشعبية ونحن هنا ما بنغيم وما بنقول شي لكن كان على الجيش السوداني في كل الأحوال أن الجيش السوداني أصلا الهدف الأساسي من الجيش السوداني أنه يحفظ وحدة البلاد ده واحدة من الحاجات المنصوصة على في الدستور في أي وقت من الأوقات الحفاظ على وحدة البلاد لكن الحفاظ على وحدة البلاد دي الجيش السوداني ما براه شيء عمر بنات ويقوم جاري طبعا دي فوضى لازم يحصل غرار من البرلمان لازم برلمان ولازم رئيس الوزراء بعد ذلك يعني يشيل القرار بتاع البرلمان يوديه للوزير الدفاع ووزير الدفاع يمشي يوديه لغيادات الجيش غيادات الجيش يمشي يوديه للجنود ويعبوهم الحرب كده ما في حرب بتحصل ساكن فبالتالي جيزوا من أهداف المؤسسة العسكرية هي الحفاظ على دستور البلاد والحفاظ على وحدة البلاد ولكن دائما قلنا الانقلابات العسكرية عندها أجندتها وبالتالي هي ما بتستخدم دستور الدستور الغوات المسلحة ولوايح غوات المسلحة لمصلحة حماية الدستور وحماية حدود البلاد ودي إذن ما مسؤولية مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة إنما دي مسؤولية غيادة الدولة في كل مرة من المرات سواء كانت المرات الديمقراطية أو المرات اللي هي حكمة تنظيم واحد باسم الجيش أو الحكومات الانتغالية في كل الأحوال دي مسؤولية الغيادات العليا في الدولة ده يعني دي واحدة من الحاجات وعندي إشوز أخير إذا في زمن دكتور أنور هل هناك الزمن طيب نتحدث عن حاجة إذن مهمة جدا بإنه في الحقيقة نحن في السودان عندنا مشكلة أنا زي ما قلتك بيل في إدارة التنوع مش على المستوى السياسي بس على جميع المستويات يعني أنا سوى الفهم القد تو فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والأشعار الكثيرة اللي هي في الحقيقة ضاربة بندق في الخلة يعني هي الحقيقة أنت مفترض أصلا قصتك في زمن نميري مع الجماعة المحددة السططة على السلطة بأفرادة ومعروفين منه وبأيدالوجية ومعروفة شنو لما جاء نظام الجبهة الإسلامية أصلا مفترض جميع الأشعار بتاعت المغاومة ما تنصب على ناس بدهم أوامر ما تنصب على الآميرين وهم معروفين منه على الأيدالوجي بتاعتهم على الخطط بتاعتهم وتعريتهم وهذا طبعا بالضبط ما فعله شعبنا ما فعله يعني شعبنا ولكن أيضا هناك سؤال فهم موجود وأنا اتحدثت كثير عن سؤال سؤال فهم ده وقلت كيف إنه نحن في الحقيقة عدم الرضة ضمن جميع النواحد يعني نحن ما أرد يعني من تركيبتنا بتاع الشعوب السودان يعني نحن قلنا في المرات الفاتحة دي ما غباء للسودان يعني لأنه كلمة غبيلة دي كلمة كده بتبدو معيبة من الرشح الأفندوي والمدني الجديد في الحقيقة هي شعوب السودان لأنه الشعوب دي عندها إرسها وعندها تاريخة وعندها أغانيها وحجاويها وعندها مستقبلة وعندها ماضيها وعندها غيادات ورموزة في الماضي وفي الحاضر وقلنا في المرات الفاتحة إنه شعوب ما يسمى بقبائل السودان وعددناها في المرات الفاتحة هي في الحقيقة في يوم من الأيام قبل الأتراك ما يجو كانت أصلا دي دول عندها أعلامة وعندها نشيدة الوطن وعندها طبولة وعندها رموزة وعندها جيش المرات برضو إنه تاريخ الجيش يعني في السودان هو ليس المؤسسة الرسمية فحسب بل إنه شعوب السودان الشعوب السودان معظمة عندها مؤسسة عسكرية بشكل من الأشكال تتكون من الفرسان ومعظمهم ما بيكونوا جيش منظم طبعا بيأخذ رواتب لكن بتكون معروفة إنه غيادات الجيش في لحظة الحرابة بسموها ليه الحرب في لحظة الحرابة مع الممالك والشعوب الحولهم أو مع الشعوب الأخرى المرة دي بيكون معروف في تعبئة كيف بيتم تعبئة الجيش كيف بيتم تكوين جيش في شكل نفير بيتم بضرب النحاس هناك طرق محددة وتعبيرات محددة لضرب النحاس بإنه إذن هناك تهديد خارجي إذن هناك عدو وطريقة التسليح برضو بتكون شعبية والأسلحة كانت في الماضي دائما نقول نشنو السيف عشان كده نخذت السيف ده عشان اتحدثت عنه في الماضي بإنه رمزي لشعوب السودان وإنه معظم أشعار وحكاوي الشعوب دي وفروسيته قائمة على استخدام السيف لحماية الأمن وتحقيق رفاهية الجماعة أي الشعب المحدد فنحن ما رضيانين بي ده وما رضيانين برضو بالطائفية اللي هي دي الطرق الصوفية طبعا عندها تاريخ ضارف في الغدم وقلنا بشكل نفسياتنا بقدر كبير جدا وإنه الطرق الصوفية دي في يوم من أيام المسيد قلنا في المرات الفاتت المسيد ده كان يعني مش مكان للعبادة فحسب إنما كان مدرسة بنعرف الخلوة وكان يعني كان مستشفى وكان مصحة وكان يعني دار للغضاء وكان دار يعني الناس الجعانين والمقطوعين يعني شنو يعني ما عندهم سبل للعيش أو أبناء السبيل وكان يعني المزيد كان حاجة عظيمة جدا في التاريخ وبالتالي الطوائف والطرق الصوفية اللي بيشوفوها الآن دي عندها تاريخ وقدمت خدمات عظيمة جدا في الماضي وما زالت تقدم خدمات لازم نحن نعيليها بعين اعتبارية وما نم فيها بس لمجرد إنه نحن خريجي مؤسسات يعني يعني الأفندوية مؤسسات الأفندوية اللي جات أصلا مع الاستعمار الإنجليزي وهي حديثة وهي صنعة الأحزاب المدنية الحديثة اللي هي بتجي قلنا بتستخدم السلاح بتعجيش وبتجيب تقول لا غبلية ولا حزبية ولا طائفية يعني نفي لجميع تنوع السودان وهي نفسها بعد داخل الجماعات المدنية دي قلنا بتنفي بعضها البعض يعني نفسها الجماعات الأحزاب الحديثة اللي تحدثنا عنها في المرات الفاتحة بتستخدم الجيش عشان تنفي بعضها البعض وتنفي الريف السوداني من الفعل الموجب ودي دائرة التخلف في السودان إن صراع الزاتي قاعدين نصارع نفسنا بنتحدث عن تاريخنا كله حغير وإن الإمام المهدي وعلي وعلي الميرغني وغيره الغيادات والزعامات التاريخية والأزهر زاته كالضاب والاستغلال ده ما زاته ما في استغلال ده كلام ساكت وكلام كثير زي الدائم يعني نبز 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 لبعض شتائم في بعض عظم رضا من كل شي هالساح في الوقت الحادث شتائم في أي حاجة شكرا حمدوك بعد ذاك لما حمدوك عمل حاجات يعني غرارات هو أن إحنا خدتنا رئيس رفض يعني فيه دكتور كده ودكتور كده بعد ذاك حمدوك لما شكرا وشكل وصراعات بعد ذاك تاني ما عارف قالوا الولا لازم يعينوهم والقصة تأخرت أنا بدرب أمسل على الشغال الولا والقصة تأخرت مشاكل كثيرة جدا بعض الناس بعد ما عينوا الولا بعد ذاك تاني عندهم رأي يعني سلبي كثير جدا مدني ما عارف سلبي فلان سلبي قالوا في شي سلبي والقعت قالوا في شي سلبي يعني نحن ما رضيانين أبدا من بعض بعدين أصلا نحن دائما حيكون عندنا حكومة دائما حيكون عندنا حكومة الحكومة دي حيجوا فيها بنات وأبناء الشعب السودان ما حنقدر نجيب ناس من الجمر أو من كوكب تاني يعني يوم ديل علينا نساعد ونقيف من بعض وأصلا ما في شي في الدنيا دي برد الناس 100% شفت كيف دا أنا محاولة مني بإنه أسا نحن متكلم عن المؤسسسة العسكرية وينه المؤسسة العسكرية بتستخدم في ضرب التنوع دا يعني ما هو البيجي بعدين مش خارج الموضوع البيجي بعدين من الغيادات السياسية البطست على السلاح المؤسسة العسكرية بيجي عشان يضرب التنوع دا ويقول هس تسكت كلكم وعمل بيان أول وإنكم بعد ذا كي يزول يمشي حتة وما يتكلم دا بالضبط كده وأنا الذي سأدير البلاد ويفقي شأن أنا أجيب صندوق النقد الدولي أجيب الشيطان الرجيم أعمال اشتراكية أعمال إسلاموية أنا عندي سلاح والبتكلم بدخل السجن أو بقتله هو بالضبط اللي بيحصل كده مستخدما سلاح المؤسسة العسكرية ومزلا في نفس الوقت جميع مؤسسات الدولة ومحطا في نفس الوقت من غدر المؤسسة العسكرية نفسها ومن العسكريين نفسهم المفترض هم يتفرغوا ليش يتفرغوا للتدريب ولترغية هذه المؤسسة وإنه دستور هذه المؤسسة بيقول لا يجب أن شنو لا يجب تدخل في السياسة حفاظا عليها وحفاظا على احترافيتها وحفاظا على وطنيتها وكمان برضو يعني ده اللي بيعمل شنو إنه لما هي لما المؤسسة العسكرية يعني تبي إن جيك بهاي البوليتيشين بهاي السياسيين ده بيؤدي لتحطيل نموها ومرات كثيرة جدا يعني استبدالها بشكل من الأشكال الأخرى واسا أنا بختم بحاجة مهمة جدا قلتها عرضا في النص بإنه في الحقيقة نحن محتاجين في الوقت الحاضر إنه نحقق السلام كلنا نضامن مع بعض لنحقق السلام في السودان ودي مرحلة مهمة جدا إنه معروف إنه الوسيرة الدستورية نصت على تحقيق السلام ونحن ونحن كلنا كلنا كشعوب السودان متطلعين إلى السلام بعد حروب دامت يعني أمد طويل جدا فبالتالي نحن محتاجين إن نشنو كمان الحركات الموجودة في الريف وفي الأغاليم كلها تجد معادلة لاستيعابة في المؤسسة العسكرية وإذن المؤسسة العسكرية بتكون بتمثل أصلا في الأصل محترد تمثل وحدة السودان لأنه بتضم كل أبناء وبنات السودان وكمان في نفس اللحظة هي البدافع عن الدستور وعن وحدة البلاد فبالتالي الغوات المسلحة هي شكل من أهم رموز وحدة السودان لذلك علينا أن نقيف معها ونساند في إنه نجعله أكثر صحة ووطنية واحترافية وكذلك مؤسسة البوليس ومؤسسة الإستخبارات برغم أنه جهاز الأمن والإستخبارات طبعا جهاز مدني إنه برضو مفترض يكون أكثر احترافية وأكثر وطنية ويأدي ومهامه ويفغى الدستور واللواح أنا كده بفترض أني انتهيت وإن شاء الله كنت قلت حاجة مفيدة وتحية ومحبة لكم أكيدة وإلى الحلغة المقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ محمد جمال الدين على الإضاءة وعلى يعني إعطاء البراءة للمؤسسات العسكرية أنا طبعا والدي من الدفعة 23 القوات المسلح المقدم معاش فتح الرحمن أحمد الله وهو في نفس الدفعة بتاعته اللي هو الفريق عوض بن عوف اللي هو كان انقلب على البشير وأقصر طيب أظن الرئيس في السودان قلب من 24 و 20 ساعة وبعدها مشى لمصر طيب في أحزاب سياسية شفنا أن إحنا أحزاب كبيرة بيكون الأمين العام للحسب السياسي عسكري معاش هل ده معناها أنه يعني حين دخوله للكلية الحربية تخرج منه هو كان منتسب للحزب السياسي بسبل طبعا أيوة طبعا بسبل ولكن دائما طبعا أنا قلت ومعروف إنه دستور الغوات المسلحة مش في السودان بس دستير معظم دستير الغوات المسلحة بتمنع الانتماءات السياسية وده طبعا شي طبيعي مفترض لأنه الشعب منوع وإيبقى دي مؤسسة صنها مؤسسة وطنية مفترض أنه واحترافية مؤسسة احترافية مفترض أنه الانتماءات السياسية بتعوق وفعلا بتشويها المؤسسة وإنه لما يكون زول عنده غناعة برؤية محددة يعني بشكل صارم منتمي يعني كلما كلنا ممكن نحن في مؤسسات في المؤسسات كلها وفي الدنيا كلها ممكن يكون عندنا غناعات بشيء ما لكن من يكون منتمين عضويا لكن أيوة طبعا المؤسسة العسكرية في ناس دائما بيحاولوا اخترغوها منذ زمن بعيد يعني منذ الاستغلال في جماعات محددة بتحاول تقضي المؤسسة العسكرية بأعضاء منها وفي الحقيقة دائما عندها أهداف ومغاصب نحن شفناها تحققت قرد في التاريخ وأددت إلى تدمير كبير جدا في مؤسسات الدولة من ضمن المؤسسة العسكرية نفسها طيب زمينا وصديقنا فارس النور فارس بيقى مستشار لمحمد حمدان دقلو وكان المشروع بتاعه الدخل بيو كمستشار مع الدعم السريع المشروع هو يعني عمل ميثاق لعدم انقلاب يحصل انقلاب من أي جهة من الجهات في السودان ده المشروع بتاعه الدخل بيو هل الميثاق ده يتمضى قبل كده يعني عرفني إنه والله في كتير من الأحيان الناس كلها بتتوافق على إنه والله يتتم العملية الديمقراطية يقول بعشو يجي حزب يلبى ولا الناس ويقلب الحكومة بواسط الجيش هل في في التاريخ بتاعنا فيمي مواثيق ولا حاجة زي دي ولا شكرا أنا طبعا ده سؤال تفصيلي جدا وما بعرف الشخص اللي تقلت لو الاحترام لكن إنه في الحقيقة الديمقراطية والحفاظ عليها دي مسؤولية الشعب كله ومسؤولية جماعية جميع تيارات الشعب بما فيها الغوات المسلحة نفسها كمؤسسة احترافية لأنه أصلا الحكم هو مفترض حكم للشعب طبعا إنه مفترض إنه الشعب عنده دستور وعنده نظم ومسل وغيم لطريقة الحكم المحدد وإنه المؤسسة العسكرية هي جزو من مؤسسات الشعب المحترمة وعندها أدوار معروفة ومحددة بالتالي المسؤولية الحفاظ على السلم الاجتماعي ومسؤولية الحفاظ على النظام السياسي المرتضى بواسط الشعب بمسؤولية الجميع لكن إذا في جماعات دائرة كمان تعمل ميساغ وتنوير أفضل وتقول يا جماعة إنه نحن ممكن نعمل التحام كبير جدا جدا لحماية السلم الاجتماعي وتحقيق السلام والرفاهية والنهضة والحضارة لشعبنا لم لا طيب السؤال الثاني اللي هو هل الانتخابات الجاية دي إن شاء الله ممكن يكون الشعب يصوت للبرنامج المحدد ولا الحزب المحدد بناء على موقفه من قضايا زي قضايا الحدوث زي حلايب والفشقة ولا لا إنه بعد ما يمسك الحكوم بعد كده يقرر وفقه للسياسة كل ممكن كل ممكن ما دي طبعا أول شي يعني دي مسائل صعب جدا الحديث عنها كده ساكت أولا دائرة ناس متخصصين ودائرة لجان يعني تقرر ودائرة دائرة تكون كمان شنو دائرة بشكل عاقل ومعقول لأنه إعلان يعني قضايا زي دي بيحتاج لحظة مواتية بيحتاج لحظة مواتية ولكن ممكن طبعا لا يمنع إنه إذا جاء مثلا شخص قال لنا مرشح ومن ضمن أهدافي كذا وكذا ما في زول بيقدر يمنع ما دام دا يعني مشروع في الدستور ما دام دي حاجة مشروعة ما في مشكلة لكن دي غضايا طبعا معقدة جدا جدا ويعني عندها علاقة بالسلم الاجتماعي كاملا وبسلام متمعنا وبمستقبله وبالتالي الخوض فيها كده ساكد ما كوي طيب الجيش المصري اللي هو أقرب جيش جورافيا تقريبا للسودان زي زي الجيش الأسيو كل الجيوش دي هي المتحكمة في الدولة وعندها اقتصاد موازي هل نحن نسير في السودان في اتجاه برضو إنه الجيش يكون عنده اقتصاد موازي ومؤسسة راسخة تدير اقتصاديات بر الدولة والحاجة دي ممكن تتلحق وترجع لأنه كل الحاجات تبقى تمشي بالطريقة المفروضة تمشي بها في ظل تشاكس السياسيين المستمر شايفينه واضح جدا من اللياندي طبعا بناء الجيش المصري الجيش المصري بناءه وتنشيطه كانت مختلفة جدا من البداية وانشي وطبعا أقدم الجيش المصري انشي بشكله النظامي حوالي العام 1820 وانشي بواسط محمد علي باشا وكان عنده هداف محددة وصم محمد علي باشا يعني هو الرجل الاستعماري يعني مستعمر مصر عصم مصري وبالتالي الجيش نفسه كان مكون من الشركيس والألبان والأرنقوت والترك وبالتالي هما ديل كانوا مالكي مصري بالقوة وبينشاء المؤسسات العسكرية الحديثة والمنظمة بالتالي بيعني ذلك انه الجيش مالك كل شي يعني لانه الشعبي ده ما جيش الشعب ما جيش الشعبي بالزبط كده حتى محمد علي باشا حاول او استطاع يجند بعض السودانين بعد دخول السودان وضمهم للجيش المصري هناك لغمع الشعب المصري وبالتالي المؤسسة العسكرية في مصر مختلفة اسي ده طبعاً احنا هنا ما بنغيم ونطعن في المؤسسة العسكرية في مصر ابداً لا في الوقت الحاضر انما بقول بانه اصلاً كانت تمتلك عند ارس من الانتلات والمؤسسات التي كانت بتمتلكها وفق الغوانين والدستور نفسه في يوم من الايام لكن مسألة التقييم صعبة جداً انه نقول بانه الجيش المصري والحوال في مصري لا تشبه السودان السودان شعبي منوع اكثر وشعبي متعدد القوة يعني متعدد القوة لغاية السع عندنا حركات مسلحة وعندنا احزاب عديدة وشتيتة وعندنا شعوب عديدة ايضاً عندها بتقدر تعمل بلنس في الموازنة الكلية يعني ما في جماعة واحدة بتقدر تسيطر على اي مؤسسة من مؤسسة الدولة انكلودين المؤسسة العسكرية نفسها ما لم يحفظ توافق ولا حيحصل حريب وينقسام بشكل متمر بالتالي من العدل والمعقولية عن انه المؤسسة العسكرية السودانية تكون مؤسسة الجميع وتكون مؤسسة احترافية ووطنية ومحترمة فعلا وفعلا محترمة وانه بعد ذلك انه تلتزم بدستور الغوات المسلحة وتلتزم بدستور وغوانين البلاد وشعب البلاد مادام هم ابناء وبنات البلاد دا وشاك نظري شكرا جزيلا انا السيد محمد جمال الدين صراحة اضاءات ممتازة جدا جدا انا شخصيا يعني لا اوعفي نفسي من سوء الفهم كان تجاه المؤسسة العسكرية يعني كنت ناخم جدا خصوصا واني انا احد الناجين من مجزرة تفضي اعتصام القيادة العامة وكت حانق جدا جدا على انه الجيش السوداني يعني موجود داخل اسوار القيادة وبيشوف المواطنين العزر يعني تم قتلهم وسحقهم وسحلهم في اليوم ذات في تساع وعشر رمضان اللي هو الموافق ثلاثة يونيو الفين وتسعة تاشر فأسي كده الواحد صورة وضحة لهم وأتمنى ان الناس المتابعين برضو تكون الصورة وضحة لهم ونتمنى انه السلسلة بتاعة ساكروجيت الزول السوداني تتواصل عشان نفهم اكتر عن نفسنا وزي ما قلت انت في حلقة هتكون لتكوين المنافس مش كده ايه بالزبط كده نعم يعني اننا لحلقة اخيرة ان شاء الله يعني بعد ما نشوف ان احنا هنكتفلتين من الاشيز المطروحة عندنا لغاية الساعة ما عارف هنعمل كم حلقة هنتفك عليها اسا دي الحلقة السابعة بالنسبة للناس المتابعين وتحية مجددة اليوم بعد ذاك في النهاية نحن كلنا مع بعض هنعمل منافسه يعني او بيان من جانبنا عن جانب الناس المتابعين بمداخلاتهم وإضاءاتهم ورؤاهم لكيفية الحلول والمعالجات وكيف انه نحن كلنا ننهض بمؤسسات بلدنا كلها العسكرية والشرطية والأمنية والخدمة المدنية والصحة والتعليم والصناعة والتيارة والدبلوماسية وإنه نحن كلنا نستطيع أن يكون نعمل دولة ونعمل نهضة ونعمل حضارة ونرفع رأسنا بين الأمم بهذا الحلم وهذا الطموح ونستطيع شكرا لك شكرا 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 ممنونين لديك الصحة والعافية وإن شاء الله نواصل في حلقات القادمة يا الله تكير السلام الله يشعر اشتركوا في القناة